اوعى يا صديقي فرحتك بكهربا واللي عمله النهاردة تنسيك انك تزبط اخوك في لايك ادي لايك زي الفل زيك كده وما تنساش تعمل شير في كل مكان وما تنساش ترك في قناة اليوتيوب دلوقتي واتفعل الجرع عشان وصلك كل جديد وما تنساش تعمل فلو صفحة الفيسبوك كده انت زبطت اخوك حبيبك اخوك حبيبك بقى يزبطك ويقولك ان كهربا المرعب يصعق سموحا ويقطع السنة الحاقدين وانا مش عارف هلاقيها من الاهلي وكهربا ولا من بيرامدز اللي خرجنا مبارح في نص نهائي الكاس ولا من فيريرا ولا من زيزو بنينكا ولا من شيكابالا تركيز انا مش عارف والله العظيم انا مش عارف انا مش عارف الايه منين ولا منين يعني شوف سبحان الله كهربا النهاردة والله العظيم يا جماعة يعني برضو حسيت كده ان هو بغض النظر انت بقى اهلاوة لزملكة وحسيت كده اللحظات ان هو والله يعني متعاطف معاه والله العظيم انا حسيت انه متعاطف مع كهربا النهاردة الراجل بقى له كتير قوي ما بيلعبش بقى له كتير قوي جعان كورة بقى له كتير قوي حاسس ان هو يعني مفيش حاجة في ايده يعملها والدين اللي عليه بيزيد والدين يعملها تزيد ومفيش حاجة في ايده فما سدق يلعب جعان جعان كورة نجمل لقاء اتنين اسست وجون احنا حسبنا له اسست انا متعاطف معاه جدا وحيات ربنا بعيدا عن اي حاجة ربنا يوفقه ويكرمه والله العظيم انا مش من نوع اللي عشان هو بلعب في النادي المنافس للنادي بتاعي اقول انه هو وحش لا كهربا النهاردة كان نجم اللقاء كهربا النهاردة كان نازل بيعمل كل حاجة في الملعب كولر فرحان لكهربا كأنه فرحان لابنه لعبت الاهل فرحانا لكهربا كأنه اخوهم يعني لو شئئهم من امهم وابوهم مش يفرحولوا كده جمهور الاهل فرحان لكهربا شفت جمهور زمالكاو كتير فرحان لكهربا غير طبعا انا اكيد في جمهور مش عايز كهربا يعمل حاجة ولكن شفت جمهور زمالكاو فرحان لكهربا الناس كلها فرحانا لهم والله جماعة غلبان والله غلبان وطي بغض النظر عن اي حاجة انا من الناس اللي بسامح مفيش اي حاجة ايه المشكلة يعني ايه المشكلة لما كهربا يغلط وعادي حصل حوار وهيدفع فلوس وانا اعتقد حتى كنت بقول لصحابي من كل الانتماءات بقول لهم يا جماعة واحد فيهم بيقولي طب الاهلي ما دفعش فلوس كهربا ليه بقول لهم انا وجهة نظري ان الاهلي لغاية دلوقتي مش عايز يشارك في دفع فلوس كهربا عشان الاهلي بيستني امر كولر كولر الاهلي كان عارف ان فيه فرصة او فترة سماح ما بين رفع الاقاف على كهربا حتى اقافه مرة اخرى المفروض رفع الاقاف على كهربا كان فات خلص يوم 11 يناير المفروض هيتم اقافه مرة اخرى اذا لم يقم بدفع الغرامة اللي عليه هيتم اقافه مرة اخرى امتى في اتنين فبراير فكهربا قدامه اربع مطشات مع الاهلي مطش في الكاس ومطشين دوري ومطش كاس عامل الاندية فالاهلي هيجرب كهربا وكولر هيجرب كهربا ايا كان المركز نهاردة كان بيلعبه سترايكر لو كهربا اقنع كولر واقنع ادارة النادي الاهلي واقنع الادارة الفنية للنادي الاهلي الاهلي هيدفع غرامة كهربا وهيشارك في غرامة كهربا وهيددي كهربا فرصة انه هو يكون مهاجم النادي الاهلي القادم يفتكر كلامي طب لو كهربا خد فرصة وما اسبتش نفسه يبقى خلاص لا يكلف الله نفسا الا وساعه واحد يجي يقول لي بس ازاي كهربا هتيجي تحكم عليه من اربع مطشات بس والراجل غايب بقاله كتير جدا 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 هقول لك كهربا جعان كورة اتقلوا كده من ادارة الاهلي ومن كولر يا معلم دي فرصتك اثبت نفسك اتشقلب متجيش تقول لها سهل لسه ما خدتش حسية المباريات ما عنديش وقت وما فيش فرصة لازم تتشقلب لازم تعمل اللي عليك لازم تدخل المباراة جعان كورة وعايز ان انت ترزبت نفسك باي شكل وده اللي عملوا كهربا النهاردة في اول كورة لما شطها الهاني سليمان وعدت كبري من الهاني سليمان وكمل عليها احمد عبدالقادر والكورة التانية اللي عملها اسست طوالة اروع لحمدي فاتحي والجوني التالت اللي عملوا تشيب كده يعني حط الكورة لوب اللوان بقى لو الناس تلعب بليس لشان معارفة قصة من فوق عمر صلاح حارس مرمى نادي سموحة التاني بعد طبعا من هاني سليمان خرج المفروض ما عرفش بقى دي اصابة ولا غضب من طرق العشري بعد ان هاني سليمان يعني دخل فيه جنين بطريقة عجيبة وغريبة والمفروض الجنين دول اتحسبوا أسست الكهربا وجون منهم لكهربا فيه ناس تقول لي ان هو ما تمش حسابهم أسست الكهربا مواقع بتقول ان الجنين دول تم حسابهم أسست ومواقع تاني بتقول لا لم يتم حسابهم أسست الكهربا لان الكورة خبطت في الهاني سليمان فتعتبر مرضوضة الأحمر عبدالقادر والكورة التانية خبطت برضو حمد فتحي لما شرطة خبرت في الهاني سليمان ودخلت فممكن ما تحسبش أسست الكهربا في الحالتين من وجهة نظري كهربا هو أفضل لاعب في اللقاء الأهلي واسموحة شان ننجز ان لاعب لسه راجع من شهور إقاف والناس كلها متوقعة ومتخيلة ان هو مبقاش قادر يدي في الملعب علشان خطر الراجل موقوف بقاله فترة كبيرة وأكيد هينزل مش في كامل ليقته ولا كامل تركيزه ولا كامل قوته ولا كامل مهرته انه يقدي الأداء ده النهاردة في ستين ديئة فقط يكون سبب في جنين وجون التالت هو اللي يجيبه أنا بقولك كهربا امتياز كهربا يقطع ألسنة الحاقدين والشامتين وألسنة المنتخدين كهربا النهاردة قدم بجد مباراة أكثر من رائعة بالنسبة للعب راجع من الإقاف كولر يعني كان عنده ثقة في كهربا ولعب كهربا مهاجم في مباراة صعبة وفاصلة زي دي ولعب محمد فخري وأبو محمد فخري قدم مباراة جيدة جدا وقدر أنه هو يقتنع بمحمد فخري ويلعبه كمان ورا كهربا واللي خل كهربا يلعب مهاجم في مباراة صعبة زي دي كولر يترفع له قبعة كولر أنه هو يغير التشكيلة في مباراة الأهلي واسموحة أكثر من مرة ويكون عنده مرونة في تغيير التشكيل والتاكتكس في الملعب وأنه هو يلعب باربعة تلاتة تلاتة واربعة تنين تلاتة واحد وتلاتة اربعة تلاتة في نفس اللقاء في نفس المباراة مع اسموحة ويكون عنده مرونة ويقسم المباراة لتلات أجزاء تلاتين دقيقة في الأول وبعد كده تلاتين دقيقة نص الماتش وبعد كده تلاتين دقيقة في الآخر يعني لعب أول تلاتين دقيقة بخطة بعد كده ربع ساعة اللي هي قبل نهاية شوط الأول اللي عبها بخطة نفس الخطة هي هي كمل عليها الربع ساعة التانية من الديقة ستين من بعد ما طلع كهربا ونزل بقى الضاوي ونزل بقى أفشا والناس دي كلها قدر أنه هو يلعب بتشكيلة تلتة خالص اللي هي تلاتة اربعة تلاتة عايز برده أقول لك أنه هو النهاردة قدر أنه يختبر الضاوي كريستو مش اختبار كبير ولكن أشركه خلاه يحس بحسية المباريات مرونة أعطي أيضا خد يعني فترة لا يستهان بها من اللقاء أيضا خارد عبدالفتاح فترة لا يستهان بها من اللقاء فتعتبر أنه النهاردة كولر أكنه جرب أربع صفقات جديدة منهم كهربا لأن كهربا لو أثبت نفسه الكولر فتكر كلامي الأهلي هيشارك بجزء كبير جدا في غرامة كهربا وهيدفع في غرامة كهربا وكهربا هيعود للقاء فتكر كلامي أيضا أن كهربا أنا أخلي بالك النهاردة توقعت أن كهربا يكون نجمل لقاء على الأكاونت عندي على الفيسبوك اللي هو عمر عاطف مسافة توقعت أن كهربا يكون نجمل لقاء والناس كلها عرضتني والحمد لله كان نجمل لقاء بتعطف أجماعة مع كهربا جدا 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 عايز أقول لك أن كهربا في مباراة الزمالك القادمة أعتقد أنه بصمة جدند مع النادي الأهلي إن ما كانش هيجيب جون هيكون نجم اللقاء ده أنا متوقع أنه هو كمان يجيب جون في الزمالك ومتوقع أنه يكون أحد نجوم اللقاء وعايز أقول لك أنه مباراة قادمة بين الأهلي والزمالك كولر هيعمل مفاجأة جبيرة جدا بعد ما قدر أن هو يشارك صفقات الأهلي الجديدة وقدر انه هو يعني يديهم ثقة في نفسهم او يخليهم يحسوا حساسية الملعب كدر ما شاء الله يرفع له القبعة عايز اقول برضو ان حسام حسن لعب متميز جدا لعب جايب جدا لعب لسه عنده انتماء للنادي الاهلي بعد ما احرز الهدف النهاردة في النادي الاهلي من ضرب الجزاء راح وعمل علامة القلب لجمهور الاهلي بيوريهم انه هو لسه عنده انتماء وجمهور الاهلي كان بيشجعه النهاردة بجد يا جماعة ملحمة تشجيعية كروية تكتيكية من النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ولعب النادي الاهلي على اعلى مستوى اكيد انا زعلان جدا ان الزمالك خرج من بيرامدز وخرج من كاس مصر ولكن احنا ما كناش كويسين خالص انت بتلعب فريق زي بيرامدز طب ما بقولش انه هو قليل ولكن بتلعب فريق بعشر لعبة من الديئة العشرة وخارج منه عبدالله السعيد اللي هو احد مفروض انه هو يعني احد عمدة نادي بيرامدز ومش عارف تكسب الفريق ده خالص مش عارف تلعب عليه كورة بالعكس هو اللي بلعب عليه كورة هو اللي زنقك وكأنك انت اللي عندك عشر لعبين وهو اللي عنده لعيبة بتاعته كاملة كان معكم في قناة صاحب الكورة مستوى تكون عملت لايك للفيديو وشيري الفيديو في كل مكان اشتراك في قناة اليوتيوب وتفعل الجرس اشتراك في كل جديد وفول وصابحة الفيسبوك شوك ان شاء الله في فيديو جديد سلام عليكم